جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية النجاحات الكبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 754 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 26 مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم ثلاثمائة واثنتان قطع السلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبرسعيد والدقاهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 111 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 860 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش 113 بندقية 67 بندقية آلية 51 مسدسا و630 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و85 خزينة إضافة لـ 1660 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 474 ألفا وخمسمائة وتسعين حكما قضائيا من بينهم 1812 حكم جنيا ومائة وثمانية وسبعون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون حكما حبسا ومائتان وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة حكما غراما واربعة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون حكما مخانفا وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تسعة تشكيلات عصابية ضموا 33 متهما قاموا بارتكاب سبعة عشر حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض سبعة وثمانين حادث ما بين حارق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي مائة وتسعة عشر متهما وإعادة سمان وثلاثين سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2336 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالية 2633 متهما من بينها ما يزيد على 4168 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة 7258 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 124.5 كيلو جرام وضبط قرابة 30.5 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يزيد على 80.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 25900 قرص مؤسر و11276 قرص ترامدول مخدر و1129 قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 345 مليون جنيها كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 50 مليون و200 ألف جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة موسيقى